لم يكن عبور منتخب مصر للدور قبل النهائي بمنافسات بطولة كأس الأمم الإفريقية في نسختها الواحد وثلاثين المقامة حالياً بالجابون بالأمر الهيء أو السهل فقد احتاج منتخب الفراعنة العائد للمسابقة الإفريقية بعد غياب سبع سنوات لسبع وثمانين دقيقة حتى استطاع فك رموز دفاع أسود الأطلس المغربي عن طريق البديل محمود عبد المنعم كهربا الذي منح كوبر وجهازه قبلة الحياة بأمم إفريقيا لمواصلة المشوار حتى الدور نصف النهائي والذي يواجه فيه الفريق منتخب بوركينافسو منتخب صعب طبعاً منظم مع مدارب كويس وإحنا كنا مستعدين والحمد لله يعني ركزنا بشكل كويس طبعاً منتخب المغربي كان ند في المباراة بشكل كوي والغاية آخر ديئة بإلعب وإحنا كنا مركزين لآخر ديئة والحمد لله يعني ربنا وفقنا بالمكس ورغم الفوز والتأهل الذي حصل عليه منتخب مصر إلى أن أحداث المباراة شهدت تفوقاً نسبياً لمنتخب المغرب الذي أهدر لعب أكثر من فرصة حقيقية للتهديف بجانب تألق دفاع الفراعينة ومن خلفهم عصام الحضري في الحفاظ على الشباك نظيفة للمباراة الرابعة على التوالي بنهائية كأس الأمم الإفريقية كنا جميعاً وعطلنا مع بعضياتنا وبالزرف دراري كانوا مبليسين ووخه هكذا كنا ربينا رأى فراعاً مزيانا الحمد لله هي هدية لأفريقية نحن معنا ما نديروه كيف كلنا نقوحنا إكاد كيف تلعب مصر في الفيلوز المين في الفيلوز ما اليوم كان عنا لزوكازيون باش نربحوا ولعبنا نبو ماتش ما نربح نش نقولوا ليهم شكراً بزاف ساعدونا ورنا فرحان بيهم وسمحوا لينا ما فرحناهم شهد الماتش مي يقاض لاتاتوات حتحناياء يقلوه يزراس ويرفع راسوه لا في كنتنون لأينا